السلام عليكم أعزائي المشاهدين نتوقع في الأيام المقبلة انخفاض نسبي في درجات الحرارة ما بين درجة إلى درجة 200 مع النشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وأيضا تقل معها الرؤية الوفقية تعرف على تفاصيل أكثر التغسل الحالي على مدينة الكويت أجواء حارة مع الرياح الشمالية الغربية سرعتها 32 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 45 درجة مئوية رطوبة نسبية متدنية وعن ما 8% رؤية الوفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو صورة الأمار الصناعية توضح السمى صافية وخالية من السحب وتتأثر البلاد بامتداد مخفض الهند الموسمي المؤثر علينا ويستمر معنا خلال فترة الصيف الليلة أجوانا حارة إلى حارة نسبيا مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدد سرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 32 كم في الساعة درجات الحرارة متوقعة على المناطق الساحلية ما بين 35 إلى 33 درجة مئوية بالنسبة لمناطق الغربية سالمي الشقاية 33 درجة مئوية باتر الظهر طق شديد الحرارة مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وإضا من متوقع انخفاض في الرؤية الوفقية على بعض المناطق درجات الحرارة العظمية متوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 44 درجة مئوية لحمدي 44 درجة مئوية المطلع والجهرة 47 درجة مئوية أجوال بحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله خفيفة لهم معتدل المود وارتفاع المود من 2 إلى 5 تقدام المدى الأول إن شاء الله في الساعة الخامسة و 57 دقيقة صباحا المدى الثاني في الساعة الخامسة و 4 دقائق مساءا بالنسبة لجزر الأول في الساعة العاشر و 35 دقيقة مساءا أما بالنسبة لجزر الثاني في الساعة الثانية عشر ظهرا المواقيت على حسب توقيت المحلي لمدينة الكويت معددان الفجر في الساعة الثالثة و 22 دقيقة بالنسبة لشروق الشمس في الساعة الرابعة و 56 دقيقة أما بالنسبة لغروب الشمس في الساعة السادسة و 51 دقيقة طقس المتوقع في مدينة الكويت خلال خمسة أيام القادمة إن شاء الله قدن طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية قد تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة تقل معها الرؤية الأفقية العظم المتوقع 46 درج مئوية بالنسبة للصغرى 34 درج مئوية يوم الخميس اعتدال في الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة والعظم المتوقع 47 درج مئوية بالنسبة للصغرى 33 درج مئوية ابتداء من يوم الجمعة حتى يوم الأحد طقس مغبر مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 55 كم في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق لدى أنه مرتدي الطرق السريعة أنهم يديروا مبالومة نال غيادة والعظم المتوقع زال مشاهدين لاحظ انخفاض النسبة في درجات الحرارة بسبب الغبار المثار قد تصل إلى 47 و 46 درج مئوية بالنسبة للصغرى 34 درج مئوية زال مشاهدين نشكركم على حسن المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول آسم العالم